أهو عموماً خلينا نروح نشوف الأجواء والأرصاد وزميلتنا لندعب الوضعي تود داريالي مصطفى زي ما قلنا من شوية يا مصطفى في استقرار في الأحوال الجوية متوسط درجات الخرارة النهاردة على معظم المحافظات في التلاتينات خلينا نشوف أهم حاجة بس ما يبقاش رطوبة ما تبقاش كبيرة هي في رطوبة عالية سوية هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أنه النهاردة هيكون في استقرار في الأحوال الجوية والجو هيكون خر على القهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وهيكون مائل للخرارة على السواحل الغربية والشديد الخرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد بالليل الجو هيكون معتدل على كل الأنحاء كمان النهاردة فيه نشاط الرياح أحياناً بالليل على مناطق متفرقة في كل أنحاء الجمهورية وكان فيه شبورة مائية خفيفة الصبحة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء الوقت مشاهدينا خلونا نتعرف مع بعض على درجات الخرارة المتوقعة والبداية كالعادة هتكون من القاهرة بتسجل العظمى في القاهرة 34 والصغرى بتسجل 23 الاسكندرية العظمى 28 والصغرى 22 مرسمة تروح العظمى 29 والصغرى 21 سيوى العظمى 34 والصغرى 21 بورس عيد العظمى 30 والصغرى بتسجل 22 ضمياط العظمى 29 والصغرى بتسجل 22 الاسمالية العظمى 34 والصغرى بتسجل 23 والسويس العظمى 34 والصغرى بتسجل 23 هنروح للعريش العظمى فيها 29 والصغرى بتسجل 21 طابق العظمى 35 والصغرى بتسجل 24 سان كاترين العظمى 30 والصغرى 17 شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 27 الغرداء العظمى 37 والصغرى 26 الفيوم العظمى 35 وصغره بتسجل 24 بني سويف العظمى 35 وصغره بتسجل 24 المينيا العظمى بتسجل 36 وصغره بتسجل 24 هنروح لأسيوت العظمى فيها بتسجل 36 وصغره بتسجل 25 سهاج العظمى 37 وصغره 25 قناء العظمى 38 وصغره 25 نقصر العظمى فيها 40 وصغره 26 أسوان بتسجل أعلى عظمى النهاردة وهي 41 والصغرى بتسجل 26 الوادي الجديد العظمى 39 وصغرى 26 شلاتين العظمى 35 وصغرى 24 وأخيرا حلايب العظمى 32 وصغرى بتسجل 22 دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا دلوقتي هنرجع لمصطفى وجمعنا عشان يكمل وقيد فقرات صباح الخير يا مصر